عزيزي المستمعين يومكم سعيد وزي اللبن الحليب ومعاكم معامر الليسي وكلمة موس جاءت لرسال كتيرة من ناس مختلفة بيطالبوا اننا نناقش قضية الاهدار وبيقولوا اذا كنا بنتكلم عن الغلاء الفحش اللي حصل اليومين دول وارتفاع الاسعار الجنوني كمان محتاجين نتكلم عن ظاهرة موجودة في المجتمع هي ظاهرة المخلفات الكتيرة اللي بنشوفها صحيح احنا بنشتكي من مشكلة الزبالة ولو بصينا مثلا لشهر رمضان اللي فات المفروض من شهر رمضان والتعبد نلاقي استهلاكنا بيزيد 3 اضعاف الاستهلاك في اي شهر تاني ودي احسائيات رسمية وقال لأحد المواطنين انه ممكن تكون مواعد الرحمن او غيرها بتسبب ده لكن كمان لو بصينا نلاقي ان في ناس بتلمي في الزبالة اطناع من الاكل ونلاقي مفرقة ان في ناس تانية بتاكل من الزبالة ناس بتاكل من الزبالة دلوقتي ده بيأكد ان في مشكلة او عيوب محتاجين ندرسها ونعلكها احنا مش دولة غنية وكمان مش دولة فقيرة ومع ذلك بنلاقي المخلفات عندنا اضعاف اللي موجودة في دول متقدمة وده كلام ناس عايشين بره وجوه وجزء من مناقشات بتكلم فيها مع بعض ممكن واحد يرد علي ويقولي انا حرف مالي واستهلاكي وده بفلوسي اقوله صحيح لكن اذا كنا بنتكلم عن الدين والسلوك والاخلاق يبقى الدين بينهي عن رمي الطعام في الارض او اهضار المال واكتير من الايات القرآنية والاحديث النبوية الشريفة بتتكلم عن عدم التبذير وبتشجع على الصدقات وممكن نوجه جزء من الافراض في الاستهلاك الى الصدقات والمجتمع وغيرها من المنافذ اللي ممكن تبقى مفيدة واجتماعية ده حتى كمان بترجع علينا بالشعور بالسعادة والطمأنينة ياريت تقول رسالتي واصرة النهائدة كما عاكم عمر الليسي وكلمة ونص وبكرة كلمة ونص كتبها اكرم الاصص اشتركوا في القناة